إليها بقلم الدكتور أحمد حسن جمع أكتب إليك بعد سنة من الغياب سعيد لأنني تجاوزت المحنة كانت الظروف أقوى من مشاعرنا أو هكذا طمأن قلبنا لنستسلم وسعيد أكثر لأن قلمي قد تجاوز المحنة هو الآخر سنة كاملة مرت علي كأنها سنوات قضيت أول شهور فيها كالسجين في أول أيام سجني فقدت شهيتي للأكل فقدت الكثير من الوزن حتى القميص الذي أهديته لي لم يعد لأم جسدي علقته بدلابي أنظر إليه كل مرة أفتح دلابي لأخطر شيئا أرتدي سجين داخل قلبي وسجين داخل جسدي حتى قلمي هو أيضا فقد شهيته للكتابة لم أعد طيق أن أمسكه وهو أيضا لم يعد طيقني استعصي علي كلما حاولت أن أكتب اعتزلت الناس فلم أعد أخرج إلا قليلا لضرورياتي فقط شهور كثير مرة كنت فيها مريضا بلا مرض حتى ظن البعض أن بي لبسا أو مسا من جنون رويدا رويدا بدأت التعاود على كل شيء على أيام التي أصبحت كلها واحدة بلا جديد يذكر أصح لأنام وأنام لأصح في يوم من الأيام كنت أقلب بين ملابسي فوجدت كتبا قديمة اشتريتها ولم أقرأها أخرجتها جميعا وبدأت أقرأ كانت هذه المدة بما سابت هدنة بيني وبين روحي تغيرت فيها وتغير كل شيء لكن قلمي لا يذال في صختي علي استعدت شهيتي جزئيا تغيرت طلباتي في الأكل أصبحت أضع الكثير من التوابل على عكس عادتي لعلي استسيق الطعام تغيرت الكتب التي أقرأها فبعد أن كنت أقرأ في السياسة والتاريخ وجدتني أقرأ في الأدب والرواية قرأت مئة عام من الأزلة رجال من الزهرة ونساء من المريخ الأسود يوليق به في بادي الأمر كنت أقرأ بلا تركيز أقلب صفحاتك أنها بيضاء حتى الموسيقى صرت أستأنسه بصوت تعبير نعمة نعم أعشق صوتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أحسست بأنني أفضل استعدت الكثير من وزني حاولت الإمساك بقرمي لأكتب ففشلت لكنني أعود للمحاولة ثانية وثانية أحاول فيتعثر مني لكنه عندما ظن أنني نسيت لم يستعص علي هذه المرة حتى كان اليوم الذي أمسكت به فلم يتمنع وجدتني أكتب إليك أعلم أن كلماتي لم تصلك ولم تقرأيها لكني فقط أردت أن أفضف إليك كعادتنا فيما مضى فقد كان قلمي واهما عندما تخيل أنني نسيت فلو كنت نسيت اللعبة لما كنت أكتب إليك الآن مرتديا القميص الذي أهديته ترجمة نانسي قنقر أنا مش حاطر أحمد حسن قمع